ذكرت وكالة بلومبرغ أن قادة قمة مشموع الدول السبعة تعهدوا بدعم أوكرانيا مهما طال أمد الأزمة وأوضحت الوكالة أن دول السبعة ستستمر في تقديم المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية والديبلوماسية والقانونية يأتي ذلك خلال اجتماعهم لمناقشة الهجمات الصاروخية الروسية والتي استهدفت مناطق متفرقة من أوكرانيا دع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي دول مجموعة السبعة إلى دعم فرد سقف صارم لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية مستبعدا مرة أخرى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذكر زيلنسكي كلمة في كلمة أمام قمة مجموعة السبعة عبر الفيديو ذكر أن هناك حاجة ضرورية لفرد حد أقصى للأسعار لحرمان موسكو من أي أرباح